يلا نعمل كابكيك بس الكابكيك اللي هنعمله النهاردة بالتوت مما ان التوت متوفر الفترة دي في السوق وكمان سعره مش غالي فيلا نعمل احلى كابكيك بالتوت هنعمله بالتوت البلدي بتاعنا الحلو مش بالبلو بيري بقى والحاجات المستوردة اللي اسعارها غالية هيطلع معنا كابكيك وصفة نجحة جدا وهش وطري وكمان طعم ولزيز جدا الاولاد عموما ما بيكلوش الفواكه كتير فخلينا ندخلها دايما في الحلويات يلا نشوف عمالنا ازاي اول حاجة معي المكونات الجافة عبارة عن كوبايتين من الدي هنحط عليهم معلقتين صغيرين من الباكنج باودر ورشة ملح هنقلب المكونات الجافة كويس جدا مع بعض وبعد كده هنحطهم على جنب ونكمل باقي الوصفة المكونات السائلة معي بيضة بدرجة حرارة الغرفة وطبعا يفضل تكون بدرجة حرارة الغرفة هنحط عليهم 150 جرام من السكر ما يعادل 3-4 كوبايت سكر وبعد كده هنقلبهم كويس جدا مع بعض وطبعا ما ننساش الفانيليا عشان زفارة البيت وفي الخطوة دي تقدروا تستخدمه الخلاط او المضرب الكهربائي او حتى المضرب اليدوي انا استخدمت المضرب اليدوي هنخفق السكر مع البيت كويس جدا لحد ما لونه يتغير ويبقى افتح وقوائمه ناعم والسكر داب خالص وبعد كده هنضيف 80 مل من الزيت ما يعادل نص كباية زيت واخر حاجة في المكونات السائلة هي عبارة عن 120 مل من الحليب ما يعادل نص كباية حليب بعد ما تأكدنا ان كل المكونات السائلة اختلطت كويس جدا مع بعض هنضيف المكونات الجافة بالتدريج بما ان انا بعمل بالمضرب اليدوي فلازم اتأكد في كل مرة ان دي اختلط كويس جدا مع المكونات السائلة وما كونش اي كتل في نقطة تانية كنت حابة تكلم فيها وهي الكبيات والجرامات انا بقول دايما الوصفة بالكبيات والجرامات بس يفضل تعملوها بالجرامات انا شخصيا بوزن بالجرامات مش بالكبيات بحب أسهل الدنيا عليكم لو مش موجود عندكم ميزان بس حقيقي الميزان بيفرق جدا في عالم الحلويات دلوقتي القوام شوفوا بقى ناعم معي ازاي وكأني عاملا بالمضرب الكهربائي ودلوقتي آخر إضافة معي هي التوت كوباية من التوت هنخسلها كويس جدا ونتأكد نهو بقى نضيف وننشفه وما يكونش عليه أي مية وبعد كده هنحط عليه معلقة من الديق ونقلبه كويس جدا في الديق وبعد كده هنحطه على الخليط بتاع الكوبكيك بعد ما حط التوت على الخليط مش هقلب بقوة علشان التوت ماينزلش مية منه ويغير للون الخليط وكمان يفضل محتفظ بالديق ومغلفه كويس علشان لما حطه في أوالب الكوبكيك ماينزلش في القاع ويتحرق وكمان يفضل متوزع كويس جوا الكوبكيك لو انتو مش عندوكم أوالب الكوبكيك تقدروا تحطوها في أي قالب كيك وتدخل الفرن وبتاخد معاكم وقت الكيكة الطبيعي اللي هو من 30 دقيقة ل 45 دقيقة ودلوقتي هنصب الخليط جوا أوالب الكوبكيك بنستخدم طبعا ورقة زبدة اللي هو بيكون مخصص للكوبكيك وهنملي الورقة لحد 3 ربعة واخر حاجة هعملها هحط على وش كل واحدة توت علشان يكون شكلها حلب طبعا هنكون فتحين الفرن قبلها مسبقا على درجة حرارة 180 درجة علشان ياخد درجة الحرارة المزبوطة بتاخد معايا من 15 دقيقة لعشرين دقيقة في الفرن طبعا لازم نختبرها بالخلة والخلة تطلع معانا نظيفة تماما وبس كده بجهز معانا أحلى كوبكيك ممكن تدقوه ببيضة واحدة ومكونات بسيطة وسهلة ما فيش فيها زبدة ولا أي حاجة هتطلع كيك طري وهش جدا وطعم الكيك نفسه خطير حتى يعني إضافة التوت خليته أحلى بكتير بس هو طعمها لوحده خطير ما تنسوش بعض جربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات لأن رأيكم بيهمني شكرا لكم وشكرا المتابعة